انطلقت فعليات الاحتفال بأعياد الربيع واللي بتنظامها محافظة الإسماعيلية الفعليات بتشمل تنظيم معرض الظهور موكب أميرات الفراولة وكمان موكب السيارات المزينة ده بجانب بقى تنظيم الفقرات الفنية المميزة زي السمسمية والفنون الشعبي يعني واضح انه هو عيد مبهج جدا يعني وإحنا بس بنحكي عنه تفاصيل أكتر معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ أشرف سليمان مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعيلية صباح الفعولة على حضرتك يا فندم صباح الخير على حضرتك وعلى السلامة المشاهدين يعني احتفالات عيد الربيع عندكم واضح ان هي حاجة تانية مبهجة جدا بس بالكلام عنها مهرجان الربيع ده موروش شعبي وأهل إسماعيلية متعودين عليه جدا يعني إسماعيلية ممكن معروفة في مصر كلها بالخضرة والنباتات والزهور فطبعا كان أساسي نبقى دايما لازم يكون موجود فيها مهرجان بيعتمد أساسا فيه على الخضرة والزهور نحن مهرجان الربيع ده طبعا يعتبر من أقدم المهرجانات اللي موجودة عندنا على الأجنف السياحية في محافظة الإسماعيلية يعني يعود التاريخ بتاعه لي من سنة 1985 فده يبين قد إيه إن إسماعيلية مهتمية بالربيع والزهور المهرجان طبعا أهل إسماعيلية بالنسبة لهم ده شيء أساسي كنت لسا أولا كانيننا شايفين على الشاشة دلوقتي أهل إسماعيلية نزليين يعني وبيحتفل واخدين العيد فعلا عيد إسماعلاوي يعني بحقيقة يا فندم يعني امكان حضركم لو بتعرضوا الصور أو كده كان فيه توافد جماهيري أكثر من المتوقعين يعني بصراحة وده اللي كان بيحل المهرجان وبيطفى عليه نوع من البهجة اللي هو التوافد الجماهيري لأهل إسماعيلية ومش أهل إسماعيلية بصراحة نجلنا وفوت برضو ورحلات خارجية من المحافظات القريبة لأنه بيحبوا يحضروا نوعية دي من المهرجانات المهرجانات هو أقيم مبارح في الساعة الخامسة عصرا طبعا في أحد أهم شوارع إسماعيلية شارع محمد علي السعليات كلها كانت بتضم هتلاقي يطفع عليها جانب الظهور والنباتات يعني زي ما حضرتك ذكرتي عندنا كان يقام عندنا فيه معرض للظهور ده يقام على مدار ثلاث أيام فيها تشكيلة مختلفة من النباتات والظهور المتنوعة اللي يقدر أهل إسماعيلية يقدروا يشوفوها بأسعار رمضية ومتاحة للجميع في عندنا موكب الديفلي الأساسي اللي هو خاصة بالعربيات المزينة بتصميمات مختلفة برضو بالورود والظهور بأشكال مختلفة دي بتبقى متعولين عليها في إسماعيلية خلال فعاليات المهرجان بتبقى الجهات الحكومية والشركات الخاصة بيتباروا في تصميمات المختلفة للعربيات الخاصة بيهم بأشكال مزينة لاختيار العربيات الفائزة والفعالية الثالثة اللي هي الأساسية المحببة لأهل إسماعيلية ويمكن هنعرض مع حضراتكم طبعا زي ما حضركم ممكن تعرضوا صور الأميرات اللي هو موكب أميرات الفراولة كان معنا طبعا اختيار أكتر من خمسين فتاة من فتيات إسماعيلية الصغار شاركوا معنا في المهرجان ده مورو الشعب موجود عندنا في إسماعيلية على طول طبعا كان شارك معنا عديد من الفتيات بس طبعا كنا مختصين بعدد معين هو اللي بيشارك معنا الفعالية طبعا بتبقى مصاحبة طبعا العديد من الفقرات الفنية المختصة بإسماعيلية وإقليم القناة اللي هي طبعا التنون الشعبية والتنسيمية فقرات فنية مختلفة مهرجان الربيع بالنسبة لنا ده أحد المهرجانات اللي هي قردي عندنا عدة مهرجانات موجودة في إسماعيلية على الأجنتة السياحية لأن بصراحة إسماعيلية في الفترة الأخيرة بدأت تتحط إنها فعلا محافظة سياحية من الطراز الأول خصوصا في سياحة المهرجانات وده لأن تأثيرها فعلا على حركة سياحية بصفة إنما تقول عن هيط تنشيط السياحة في الإسماعيلية فعلا لأن سياحة المهرجانات بدأت أكتذب فعلا العديد من الزائرين والوفود في المهرجانات المختلفة يعني إسماعيلية ممكن معروفة فيها برضو مهرجان السنون الشعبية مهرجان المانجو مهرجان الأفلام التسجيلية بجانب طبعا مهرجان الربيع وأميرات الفراولة فالمهرجانات دي فعلا بتطفي بهجة وسرور وفي نفس الوقت بتزيد الحركة السياحية داخل محافظة الإسماعيلية طب خليني أخد المصطلح اللي قلته وبسانت يعني عيد إسماعلاوي دي عجباني أو عيد إسماعلاوي دي لأنه فعلا عيد خاص بيكو لكن خليني برضو أعرف منك أكتر هل في ناس بتيجي من المحافظات المجورة؟ آه طبعا يعني دي من الأهداف الأساسية اللي احنا بدون ببعا محددينها في إقامة المهرجات عموها النش مهرجان الربيع يعني من أحد أهدافها طبعا إن احنا طبعا احنا طبعا عبدوها على تواصل احنا مثلا كإدارة السياحة بنبقى على تواصل مع إدارات السياحة وهيئات تمشيط السياحة في المحافظات المختلفة بنظموا رحلات بيجينا حتى بلوجر سياحيين وشخصيات عامة بتيجي تغطي المهرجان ده يعني بدون تكلمة إحنا كان عندنا بعض الشخصيات السياحية المعروفة اللي بتيجي تغطي طبعا المهرجان كانت متأجد معنا إمبارح خلال سعاليات المهرجان رحلات بيجينا من المحافظات القريبة بيتيجي برضو بتنظم رحلات وبنعمل لهم برنامج سياحي من بداية اليوم دميل في رؤية أو زيارة المزارات السياحية في محافظة السماعية وفي آخر اليوم بينضموا معنا في السعاليات فبنحاول نستغل المهرجان كشيء أساسي طبعا من أحد أهدافه اللي هو طبعا زيارة المحافظات القريبة وحتى في بعض الأجانب المقيمين في السماعية أو جيين عامدين برامج سياحية بيجي يحضروا فعاليات المهرجان بالإضافة طبعا زيما حضرتك والمهرجان أصلا كمان اسمه مهرجان ربيع وعميرات الفراولة لأن جزء منه حضرتكوا عارفين أن الفراولة طبعا من أهم السمرات أو استمار المشهور بها بحافظة السماعية فاحنا طبعا عندنا المزارع المختلفة أسواء مزارع الفراولة أو المانجو فبرضو بنستغل الوقت ده لبعض الزائرين اللي بيجوا محافظة السماعية يعني أحلى حاجة بقى يعني جنب طبعا المنظر الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي الأطفال اللي بتحتفل بالربيع ومبسوطين وأهالي السماعية الجمال وهم نازلين يحتفلوا بعياد الربيع أحلى حاجة بقى حضرتك قلتها هي المانجا احنا مستنيين المهرجان يعني احنا ممكن نيجي اسماعية مخصوصة شلمانجة طبعا نحن لازم نحضر المهرجان طبعا أكيد كل الشكر لك أستاذ أشرف سلمان مدير عام السياحة بمحافظة الإسماعية